ترجمة نانسي قنقر يحظى القطاع العمراني بدعم واهتمام من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة مستمرة من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني حفظه الله لضمان استمرارية عجلة النماء وتطور في مجال التنمية العمرانية وفق رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة في تنمية المجتمعات الحضرية وفق رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 جهود دؤوبة تقوم بها هيئة التخطيط والتطوير العمراني في إطار جهود الهيئة الرغمية إلى الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية في مملكة البحرين والبالغ عددها 96 مخططا بما يتماشى مع المخطط الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين لعام 2030 وضمن الإحصائية النصف سنوية أعلنت هيئة التخطيط والتطوير العمراني الانتهاء من تخطيط واعتماد 36 مخططا تفصيليا في مختلف مناطق مملكة البحرين بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال تخطيط 26 مخططا آخر يجري حاليا ألبت في إجراءات اعتمادهم رسميا أيضا ارتفعت نسبة الالتزام بالمدة الزمنية المحددة لإنجاز المعاملات لتصل إلى 97% بارتفاع نسبته 22% عن العام الماضي كما ارتفع عدد الطلبات الواردة للهيئة حيث كانت تبلغ في الفترة ذاتها من العام الماضي 3520 طلبا أما هذا العام فقد بلغت 3543 طلبا وهذه الأرقام والنسب تؤكد الارتقاء بمجهود المؤسسة تحقيقا للنظمة العمرانية